فإذا استقر أمر الزوجين وهذا هو الأصل ولم تقع مشاكل تعكر صفو الحياة نعم قد تقع مشاكل لكن لا تؤكر صفو الحياة يتجاوز عنها لأن الأصل أن يفوت الرجل لمرأتي وأن تفوت المرأة لزوجي هذا هو الأصل أنت ما تزوجت ملاكا وهو لم يتزوج أيضا امرأة ما في ملاكا مرة ها طيب ولم تتزوج امرأة كاملة أبدا والخطأ وارد من الطرفين من الزوج ومن الزوجة لابد من التغافل وكأني ما سمعت وكأني ما رأيت وأفوت وتفوت حتى تستقيم الحياة إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق صلوات ربه وسلامه ونساءه سيدات النساء كما قال الله تبارك وتعالى عسى ربه إن طلق كنه أي يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائمات عابدات الآية يقول أهل العلم فلم يبدله الله فدل على أنه لا يوجد خير منهن لم يبدله فدل على أنه لا يوجد خير منهن إلى هذه الدرجة فإذا كان الأمر كذلك تعالى انظر في حياة النبي مع أزواجه النبي آل من نسائه شهرا هذا من الهجر حلف شهرا لا يطأهن صلوات ربه وسلامه إلى من النبي صلى الله عليه وسلم ثم خيرهن بين المعيشة معه على ما هو عليه لأن بعضهن طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من زهرة الدنيا إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتع كن وأسرح كن صراحا جميلة فعرض عليهن ذلك صلوات ربه وسلامه لكنهن كلهن اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم اخترنا البقاء معه وندمنا على ما كان منهن مما وقع فيه إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى اضطره ذلك إلى أن يؤلي منهن وإلى أن يخيرهن صلى الله عليه وسلم فاستقامت أمورهن مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا في بيت النبوة فتريد أنت أن يكون بيتك خاليا تماما من هذه الأمور لا فالإنسان يتجاوز ويفوت ويسامح وينسى ويتناسى ويتذكر كما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر وكذلك المؤمنة لا تفرق مؤمنا إن كرهت منه خلقا رضي منه آخر شكرا للمشاهدين